وارجع بقى تاني لمثاق حماس عشان اعرف ونقرأ ده سريعا بشكل مكسف جدا مستندا الى عدد اتناشر المجلد اربع مجلة الدراسات الفلسطينية شتاء الف تسعمائة وتسعين مثاق حماس اللي هو طلعته سنة الف تسعمائة تمانية وتمانين باعتبار ده المثيقة بتاعتها ده تأسيسها يعني وحصل بعد كده تعديل في 2017 بعد مواعي الاخوان في مصر وتراجعت جماعة الاخوان في العالم والعالم بدأ ينظر لجاعة الاخوان باعتبارها يعني جزء من لعبة الاسام السياسي الارهابي فعمل شواء تعديلات تجميلية تزويرية تزييفية تافهة كذوبة في 2017 ملناش دعا بيها دي ده محض كذب لانه كل اللي بتعمله بقى حماس وبتقوله لغاية دلوقتي هو ده من قلب المساق الحقيقي اللي انا شراه المادة الاولى حركة المقاومة الاسلامية الاسلام وانهجها منه تستمد افكارها ومفاهمها وتصوراتها عن الكون والحياة والانسان والي تحتكم في كل تصرفاتها ومنه تستلهم ترشيد خطاها سلمني عن علمانيين العرب المؤيدين واليسار المتأجج حماس طيب المادة التانية حركة المقاومة الاسلامية جناح من اجناحة الاخوان المسلمين بفلسطين وحركة الاخوان تنظيم عالمي وهي كبرى الحركات الاسلامية في العصر الحديث ايه رأيكم ها ده المساق الاصلي الحقيقي اللي تبانى تعانيه حماس واللي بتنفزه حتى الان لما لما تقرى ده وتعتبر انت الوقت بتأيد الاخوان المسلمين هل بتعتاد الاخوان المسلمين لما يعملوا اي حاجة في مصر ده لتصالح مصر ولا لتصالح اخوان المسلمين ايه سنتا في المادة السابعة حركة المقاومة الاسلامية حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة الغزوة الصهيونية وتمضي لتتصل وترتبط بحلقة اخرى تضم جهاد الفلسطينيين وجهود وجهاد الاخوان المسلمين في حرب تمانية واربعين انا هيجي في يوم اشرح لكم القصة الوهمية والكذبة الكبيرة فيه كذبتين في تمانية واربعين كذبة الاسلحة الفاسدة كذبة يعني رهيبة فضيعة ومتجرة بيها وتزوير وتزييف الوعي المصري حتى الان الناس فاكرة ان احنا نزلنا عشان فيه اسلحة فاسدة ودي كذبة كذبة فاسدة المهم والكذبة التانية مشاركة اخوان المسلمين في حرب تمانية واربعين كئو المواجهة اسرائي مش كذبة عادية كذبة مفضوحة رخيصة حقيرة المادة التسعة اما الاهداف هي منازلة الباطل وقهره وضحره ليسود الحق وتعود الاوطان وينطلق من فوق مساجدها الازان معلنا قيام قياميه دولة فلسطين لا يا فند قيام دولة الاسلام المادة 11 تعتقد حركة المقاومة الاسلامية ان ارض فلسطين ارض وقف اسلامي على اجيال المسلمين الى يوم القيامة ولا يصح التفريط بها او بجزء منها او التنازل عنها او جزء منها لان فلسطين ارض وقف اسلامي على اجيال المسلمين الى يوم القيامة هذا حكمها في الشريعة الاسلامية ومثلها في ذلك مثل كل ارض فتحها المسلمون عنواتا الناس كمان بيقولوا احنا يعني المسلمين فتحوا بالعنوة بالغزو وبالسلاح حيث وقفها المسلمون من زمن الفتح على اجيال المسلمين الى يوم القيام يعني طلعت فلسطين مش عربية من الاف السنين لا ضي طلعت اسلامية بس من سنة كام سبعتاشر ولا كام ولا ستتاشر هجرية ولا كام لما فتحها عمر من الخطاب ده تنازل امام اسرائيل ده مش تنازل عادي ده تنازل رقيع لانه لو قالك فلسطين اسلامية يعني بدأت مع الاسلام يا لا هما بقولوا احنا يهودية وموجودين وارض المعاد وموجودين من قبلكم كم الف سنة بقى انما لما تقول انها فلسطين العربية طبا فلسطين العربية التاريخية من كنعان فرق جبار اصحو المادة الاثناشر الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الاسلامية الحمد لله كلم عن الوطنية ما له بقى الوطنية اخي حمساوي جزء من العقيدة الدينية جزء من العقيدة الدينية فوطنية ده في المادة 13 فوطنية حركة المقاومة الاسلامية جزء من دينها على ذلك تربى افرادها ولرفع راية الله فوق وطنهم يجاهدون ولابد من ربط المادة 15 ولابد من ربط قضية فلسطين في ازهان الاجيال المسلمة على انها قضية دينية اصرع دينة هم عايز الاسلام ضد اليهودية بس ده الحكاية عايزها حرب زي الحرب الصلبية تبقى حرب اسلامية خلاص حرب هلالية لو اعتبرنا الهلال يعني الرمز واجب معالجتها على هذا الاساس من الاخر حرب دينية وسلامي وتحياتي للاخوة العلمانيين واليساريين اما المادة 18 بقى غريبة تخص المرأة بس تعرفين الهوس الاسلامي بالمرأة هوس الاسلام السياسي بالمرأة ممناسبة برضو يعني الناشطات والعقول النسائية العظيمة اللي بتنتصر لحماس والمرأة في البيت المجاهد والأسرة المجاهدة اما كانت او اختا لها الدور الاهم في رعاية البيت وتنشأة الاطفال على المفاهيم والقيم الاقلاقية المستمدة من الاسلام وتربية ابنائها على تأدية الفرائد الدينية استعدادا للدور الجهادي الذي ينتظرهم ومن هنا لابد من العناية بالمدارس والمناهج التي تربى عليها البنت المسلمة لتكون اما صالحة واعية لدورها في معركة التحرير ولابد لها من ان تكون على قدر كاف منزلية فالاقتصاد والبعد عن الاسراف في نفقات الاسرة من متطلبات القدرة على مواصلة السير في الظروف الصعبة المحيط ده دورك يا مرأة يا فلسطينية في القدار الفلسطيني من وجهة نظر حماس اللي هي هدفها تطبيق الشريعة الاسلامية ده حماس اللي يعني نستطيع ان نقول بوضوح شديد ان كل من يعني يدعمها انما يدعم المشروع الاسلامي مش مشروع الاسلام السياسي ومشروع الخلافة وتطبيق الشريعة والحرب الدينية والصراع الديني لا المقاومة الوطنية الفلسطينية ولا الحق الفلسطيني ولا استرداد الارض الفلسطينية ولا ان فلسطين عربية ولا ان فلسطين المواطنية واهلية وشعبها اطلاقا اللي بيقيد حماس وهي بتواجه إسرائيل دلوقتي النهاردة في غزة هو بيقيد تطبيق الشريعة والخلافة الإسلامية وتكفير الآخر والأهل الزمة والتعامل مع أهل الزمة والمرأة في البيت كل القيم دي وقبل ده وبعد ده وأهم من ده كله بيقيد أنها حرب دينية وصراع ديني عايز بقى تأيد أنت وتعمل ده أنت حر بقى روح سقف روح بقى يعني حوقل وبسمل بقى وعمل اللي أنت عايزه واشتم وهاجم بس تبقى عارف كويس قوي أنك أنت بتأيد الحرب الدينية والدول العربية آخر حاجة يا فاند والدول العربية المحيطة بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام المجاهدين من أبناء الشعوب العربية والإسلامية ليأخذوا دورهم ويضموا جهدهم إلى جهود إخوانهم من الإخوان المسلمين بفلسطين يعني مش حتى بيقول مع إخوانهم الفلسطينيين لا أراها تاني عشان أختم بيها وأرجو أنه يعني لا يختم على قلوبكم إلى حد أن أنتوا ما تنظروش وتتأملوا إلى أي حد يعني حماس هي ضد الشعب الفلسطيني وهي عون لعدوه وزراع لعدوه لعدو الشعب الفلسطيني والدول العربية المحيطة بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام المجاهدين من أبناء الشعوب العربية والإسلامية ليأخذوا دورهم ويضموا جهودهم إلى جهود إخوانهم من الإخوان المسلمين بفلسطين رفعت الأقلام وجفت الصحف هكذا هي حماس وهكذا هو مشروعها من أراد منكم بقى أن يتخذ رأيا أو موقفا أو عاطفة أو فكرة أو رأيا فهو حر تماما حر وحر وحر على رأي محمود درويش العظيم فأنت الآن حر وحر وحر